قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم السكيتيوي يؤكد أن مهمته هو ووليد راقراكي هو خدمة الكرة الوطنية الملك محمد السادس يهنئ المنتخب المغربي الأولمبي خبر عاجل أول تصريح لمدرب المنتخب المصري بعد الهزيمة القصية ضد المغرب والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار السكيتيوي يؤكد أن ما يهمه هو ووليد راقراكي هو خدمة الكرة الوطنية خلال الندوة الصعفية التي تلت الانتصار المغربي الكبير على المنتخب المصري تطرق الناخب الوطني طريق السكيتيوي إلى الجدل الذي أثير حول وجود ووليد راقراكي مع المنتخب المغربي الأولمبي وأكد سكيتيوي بكل تقة واقتناع أن الهدف الأساسي له ولوليد راقراكي هو خدمة الكرة الوطنية وأضف نحن هنا لخدمة الوطن ورياضته الأهم بالنسبة لنا هو تلك الفرحة التي ترتسم على وجوه الشعب المغربي فنحن جنود مجندون من أجل تحقيق أهداف الوطن ورفع رايته عاليا الملك محمد السادس يهنئ المنتخب المغربي الأولمبي بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني المغربي الأولمبي لكرة القدم وذلك بمناسبة ضفره بالميدالية البرونزية خلال دورة الألعاب الأولمبي بباريس وقال جلالة الملك فيطيب لنا أن نتقدم إليكم بتهنئنا الحر بمناسبة ضفركم بالميدالية النحاسية خلال دورة الألعاب الأولمبي ألفين وأربعة وعشرين بباريس ولا يسعون أمام هذا الإنجاز الأولمبي الأول من نوعه لكرة القدم المغربية إلا أن نشيد بما قدمتموه طيلة هذه البطولة من مستوى رفيع وأداء ماتع وبما أبنتم عنه من روح تنفسية عالية وغيرة وطنية صديقة تجسدت في عزيمتكم القوية على تأكيد المكانات المتميزة والمتألقة التي أضحت تحتلها رياضة كرة القدم المغربية قاريا ودوليا وإذ نجدد لكم ولكل من سهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف أصدقته هنين وتنويهنا لنرجو لكم مزيدا من التألق وكامل التوفيق في مواصلة مشواركم الرياضي الواعد مشمولين بسابق عطفنا وسام رضانا خبر عاجل أول تصريح من مدرب المنتخب المصري بعد الهزيمة القاسية ضد المنتخب المغربي بعد الهزيمة التقيلة التي مني بها المنتخب الأولمبي المصري بستة أهداف مقابل لا شيء أمام المنتخب المغربي في مباراة تحديد المركز الثالث في أولمبياد باريس 2024 أبدار أوجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب المصري اعتداره الصريح للشعب المصري وجاء هذا الاعتدار خلال تصريحاته لقناة بيانسبورت حيث أعرب ميكالي عن خيبة أمله العميقة لعدم تحقيق النتائج المرجو مؤكدا أن هدفهم كان إسعاد الجمهور المصري والتنفس بقوة للحصول على الميدالية الدهبية وذكر ميكالي أن الجمهور المصري استحق الفرحة والاحتفالات مشيرا إلى التقدير الكبير الذي يحمله للمودة التي تلقاها خلال فترة تواجدها وتطرق إلى الإجهاد الذي عان منه اللاعبون بسبب خوض مباريات متسالية وأشواط إضافية في مبارياتهم ضد فرنسا والباراقوي مما أثر على أدائهم البدني والدهني وأكد أن الضغوط البدني الزائد أدت إلى ارتكاب اللاعبين لأخطائنا كان يمكن تفاديها موضحا أن التعب الجسدي يؤثر على القدرات العقلية للعبين كما لم يغفل الاعتراف بقوة المنتخب المغربي مشيدا بمهارة لاعبه والمستوية العالية التي يظهرونها في الدورية الأوروبية سوفيان رحيمي يؤكد لوليد راقراجي قدرته على قيادة هجوم المنتخب الأول خلال المواجهات الحسمة لتحديد المرتبة الثالثة والحصول على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024 أبدى اللاعب المغربي سوفيان رحيمي البالغ من العمر الثمانين وعشرين عاما أداء مميزا على ملعب لبجوهر بمدينة ننت مما جعله يبرز كعنصر فعال في تحقيق الفوز الكبير لمنتخب بلادها ضد نظره المصرية بنتجة الستة للسفر رحيمي الذي سجل هدفين وقدم تمررة حاسمة أدت إلى الهدف الخامس لزميله أكرم النقاش في الضقيقة الثالثة والسبعين كان له دور بارز في تسجيل نصف الأهداف في هذه المباراة الحاسمة وبفض أدائه اللافت تمكن سوفيان رحيمي من تسجيل هدفه الثامن في البطول لما وضعه في موقع قويا للفوز بلقب الهدف خاصة وأن أقرب منافسيه الإسباني فرميل لوبيز والفرنسي جون فليب ماتيتا يحتلن المرتبة الثانية بأربعة أهداف لكل منهما قبل خوض المباراة النهائية وأضف رحيمي إلى سجلها الرياضي إنجازا فريدا آخر في الألعاب الأولمبية حيث أصبح أول لاعب في تاريخ البطولة ينجح في التسجيل في جميع المباراة الست التي شارك فيها والتي كانت ضد منتخبات مصر، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، العراق، أوكرانيا والأرجنتين وفي هذا الموسم التاريخي الذي شهدت ويجهه بلقب دور عبطال أسيا مع نادي العين الإماراتية سجل رحيمي 32 هدفا وقدم تسعة مرارات حاسمة في 48 مباراة شارك فيها في جميع المصابقات وبأدائه القوي في الألعاب الأولمبية أرسل رحيمي رسالة واضحة إلى المدير الفني للمنتخب المغربي وليدراجراجي مؤكدا أنه كان يستحق المشاركة في مونديا القطر 2022 حيث توجي الفريق بالمركز الرابع بالرغم من اختيار المدرب للاعتماد على وليد شديرا وعبد رزاق حمد الله بدلا منها هذا ما قاله أخ النوش بعد تتوجي المنتخب المغربي بالميدالية الدهبية هذا ما قاله عزيز أخ النوش بعد تتوجي المنتخب المغربي بالميدالية البرونزية هنأ عزيز أخ النوش رئيس الحكومة المغربية المنتخب المغربي الأولمبي بعد تتوجيه بالميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 مشيرا إلى أن تحقيق مثل هذه الإنجازات يعكس مدى تقدم كرة القدم الوطنية وكتب أخ النوش منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاشتماع انستغرام جاء فيها فخور للغاية بما حققت أشبال الأطلس في هذه الدورة من الألعاب الأولمبية هؤلاء اللاعبين الموهوبين قدموا بطولة تاريخية لقد حققوا إنجازا كبيرا بحصولهم على الميدالية البرونزية وإهدائهم للمغرب ثاني ميدالية في أولمبياد باريس 2024 وتم حدثها مثل هذه الإنجازات الكبيرة تعكس مدى تقدم كرة القدم في بلادنا بفضل العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الله نصر شكرا لكم وديما مغرب يذكرون المنتخب الوطني المغربي الأولمبي أصبح أول منتخب عربي يتوجه بميدالية أولمبياد في كرة القدم عقب فوزه الكبير على نظره المصري بسوداسية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت اليوم إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم أسكتي ويؤكد أن مهمته هو وولد رجراكي هو خدمة الكرة الوطنية الملك محمد السادس يهنئ المنتخب المغربي الأولمبي خبر عاجل أول تصريح لمدرب المنتخب المصري بعد الهزيمة القصية ضد المغرب